أول سؤال عندنا وصلنا بيقول لنا السلام عليكم أنا متزوجة من عشر سنين ومش بحب زوجي لصفات كتيرة صعبة فيه وحاولت أنا وأهلي كتير نعالج المشاكل بالحسنة بس للأسف ما بيديش لحد عقاد نافع أنا تعبت ومعايا تلت أطفال مش عارف أسعدهم لإني على طول حزينة معاه في حال طلب للطلاق هل أكون آثمة في حق أولادي السؤال دوت قبل ما نسأل السؤال ده لازم نقول أن أنت آه أنت متجاوزة من عشر سنين وأنت عندك ثلاث أولاد ممكن تكوني آثمة إذا كنت أنت ما أخدتيش الطريق الصحيح لحل المشكلات بينك وبين زوجك آه ممكن يكون هو عنده صفات صعبة بس ممكن تكون الصفات الصعبة دي جاية من أنتوا مختلفين مش الصفات الصعبة لأنه إنسان لا يعاش ولا إنسان هو شخص ممكن يكون مؤذي مثلا أو أنه مفسد للحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جات امرأة تطلب منه الطلاق صحيح مما نعاش بس لما قالت له أن الحياة هتوصل إلى طريق مسدود وقالت له أني أكره الكفر بعد الإيمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم أزلناها أنها تطلق بس هو السؤال هو أنت أخدت الوسائل اللي ممكن تصلح العلاقة بينك وبين زوجك أنا تقول لي أيوة أيوة إيه؟ أيوة أن أنت كلمتي ولمتي ونبهتي فانت قطي أنا مش بلومك ولا بقولك أن أنت اللي غلطانة أنا بقول لي أن ما فيش مشكلة زوجية إلا ويكون سببها الاتنين فأنت لازم تعرفي أن أنت كنت لازم في وسائل كتيرة قبل ما تاخد الطلاق أنا بقول لك نصحتي أنت بتقول لي أنا طلبت الطلاق ممكن أكون أنا وقعت في الخطأ في حق أولادي وأكون آثمة عشان تتجنبي ده هتعملي ثلاث حاجات أول حاجة تجلسي جلسة مصارحة بينك وبين زوجك تتكلمي فيها على بهذا الطريق اللي أنا أقول لك عليها أن أنت تتكلمي تقولي له أنا عندي احتياج فلاني كيت وكيت 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 أنت ممكن تساعدني في إيه عشان الاحتياجات اللي عندي دي لأنيس والحد يكون بمثابة الأمان بالنسبة لي ويكون كمان داعم وسند لي أنت ممكن تساعدني بإيه نفترض أن ده حصل في مشكلة إلا حاصل عن ناقي ناس مؤثرين في الأسرتين بيؤثروا على حضرتك وبيؤثروا عليه بيؤثروا عليه ونجيب وخليهم يجلسوا معنا نحاول بقدر الإمكان أن احنا نلتمس الحكمة طب كمان دوت ما حصلش دي أثر نروح لخبير زي مركز الإرشاد الزواجي عندنا تعالوا تفضلوا على مركز الإرشاد الزواجي كمان عشان نقدر نعمل كل ده قبل الخطوات دي أنا أملأ أأمن أن أنت تكوني نجيتي من الإسم لازم تأخذي كل الأسباب عشان أنت تتأكدي أن أنت عملتي ما أقامك الله فيه لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان في كل شيء حتى في الطلاق فلابد أن يكون هناك إحسان طب نعمل إيه؟ ناخد كل الوسائل اللي نحن نتأكد فيها أن نحن ما ظلمناش أولادنا وأن الطلاق ده ما كانش طلاق عن هوا وأن الطلاق ده كان طلاق عن فعلا عن استحالة العشرة بينك وبين زوجك يبقى عندنا الخطوات التلاتة دول إحنا محتاجين نعملهم نجلس مع بعض نجيب شخصين حاكمين من الأسرتين يعودوا معنا ما نفعش ده نروح لخبير يتكلم معنا ويستخدم أدوات العلاج الزواجي عسى أن دوت كمان يكون باب من أبواب الخير لو عايزين تعملوا الخطوة التالتة مباشرة ما فيش مانع بس احنا بنعمل الكلام ده عشان مع كل خطوة بنزيل جملة من الهوى وجملة من الإيجو وجملة من الأشياء اللي فيها الانتقام وفيها الحقد والغل عشان لما نيجي نتكلم نتكلم وإحنا فعلا صادقين في إرادة الإصلاح إيه يريد إصلاحه يوفق الله بينه وإحنا نعمل كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من صادقين النواية